موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء هذا الدرس اليوم أقدمه لجميع المراحل واعتبره من الدروس الضرورية جداً لكل الطلاب طلابنا الأعزاء الحلقة أقدم بيها l-irregular verbs اللي أقصد بيها irregular الغير قياسية verbs الأفعال الأفعال الغير قياسية اللي نقصد بيها الأفعال اللي تتحول إلى ماضي بدون إضافة حرف D أو ED إلى نهاية الفعل عادة إحنا نعرف لما نضيف إلى نهاية الفعل حرف D أو ED يحول الفعل المضارع إلى ماضي لكن في هذا الدرس أحب أقدم لكم أهم الأفعال الرئيسية اللي تحتاجوها طيلة مرحلة الدراسة في الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بالنسبة للأفعال الغير قياسية عن اللي ما تخضع لقاعدة إضافة D والED إلى نهايتها أهم الأفعال اللي تحتاجوها Go بمعنى يذهب ماضيها went ماضي شاذ Write يكتب ماضيها wrote فقط هذه حرف الآي يقلب إلى O بينما القو كلها تتغير Give بمعنى يعطي ماضيها gave حرف الآي يحول إلى حرف A Drink بمعنى يشرب حرف الآي يحول إلى A Drink Do ماضيها did بمعنى يعمل أو يفعل وهو من أفعال العمل Say يقول ماضيها said هذه الواي تغير ويضاف بدلها ID When بمعنى يفوز ماضيها one هذه الـ I تحول إلى O Fly يطير ماضيها flu هذه الواي تحذف وانضيف EW Speak يتكلم الحرفين E E تغير إلى O تصبح spoke Drive يسوق ماضيها drove هذه الـ I تغير إلى O Run يركض الماضي لها run بالA High you تغير إلى A فتصبح ماضي Swim يسبح ماضيها swam حرف الآي يحول إلى A Eat يأكل ماضيها شاذ تماما ماضيها هو ايت نفس لفظ رقم ثمانية ايت بالانجليزي نفس اللفظ لكن تختلف الكلمة Grow ينمو ماضيها grew هذه حرف الـ O يحول إلى E Lost يفقد أو يخسر ماضيها lost حرف الـ E يغير إلى T Is من الأفعال المساعدة ماضي was Spend بمعنى يقضي هذه Spend ماضيها spent حرف الـ D يقلب أو يحول إلى T Leave يغادر ماضيها left Feel يشعر أو يحس ماضيها felt Byte يعض ماضيها bit فقط تحذفون حرف الـ E By يشتري ماضيها boat نهائيا تختلف الكلمة فقط حرف الـ By الـ By العفو تبقى موجودة نهائيا الكلمة تختلف في حالة الماضي Bring يجلب ماضيها brought Teach يعلم ماضيها taught فقط أتكم G-H-T بدل C-H Know بمعنى يعلم أو يعرف هذا الماضي مالتها اللي هي الـ O تحول إلى E Come يأتي ماضيها حرف الـ O يحول إلى E تصبح came become يصبح هذي الـ O تحول إلى A فتحول إلى ماضي became Send يرسل ماضيها send حرف الـ D تحول إلى T height بمعنى يختبئ ماضيها أو يختفي هذه الآي هالـ E العفو الـ E في النهاية الكلمة تحذف وتبقى الكلمة بدون حرف الـ E طلابنا العزاء أتمنى تستفادون من هذه الأفعال وهي من الأفعال الرئيسية المهمة جداً في كل مراحلكم الدراسية المفروض السيطرون على هذه الأفعال وماضيها أتمنى لكم معلومات مهمة استفدتم منها في الأفعال الشاذة وتدونوها في ملاحظاتكم ودفاتركم أي تعليق أو سؤال ممكن تطرحوا عبر قناة اليوتيوب أو قناة التليجرام وتتواصلون معي ضمن بوت التواصل الخاص بالتواصل معي شخصياً شكراً جزيلاً لكم طلابنا العزاء وتمنى لكم كل التوفيق والنجاح